النار مشتعل في أوكرانيا والتصعيد الميداني على أرضها يقابله الغرب بالعقوبات معتمدا تضييق الخناق حول الاقتصاد الروسي بديلا عن التدخل العسكري المباشر الذي يبدو مستبعدا حتى الآن أما لبنانيا فتفاقم الأزمة الأوكرانية أزمة لبنان المستمرة منذ 17-21-2019 إذ بعد المخاوف من موضوع القمح ارتفاع مرشح للاستمرار في أسعار المحروقات يحد من تماديه حتى الآن الاستقرار النسبي المرحلي في السعر صرف الدولار وفي وقت يترقب اللبنانيون بلورة المشهد على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وقع مناقشة الموازنة التي تنطلق في لجنة المال الثلاثاء المقبل وفيما يرصد المتابعون الحركة الأمريكية المرتبطة بملف الترسيم الحدود تتحول الانتخابات النيابية بشكل متسارع إلى العنوان الأول في البلد متجاوزة بأشواط سائر الملفات وفي هذا السياق تحضر الدراسة التي عدها وزير الداخلية حول إمكانية تطبيق الميغا سنتر بناء على طلب رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء في بعض غدا فيما تشير معلومات الأوتيفي إلى أن الساعات الأخيرة شهدت اجتماعات متلاحقة للبحث في المخارج المحتملة التي تؤمن تطبيق المبدأ المذكور وتزير الذرائع المالية واللوجستية والقانونية من طريقه لكن قبل الدخول في العنوان المطروحة ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزعم المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل الموعد الذي يمارس فيه الشعب وحقه الدستوري بقى يكون مصدر كل السلطات تذكروا يا لبنانيين أنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17-20-1-2019 ذكروا مثلا أن البنود الإصلاحية بقانون الانتخاب الحالي قبل تعديلهم مؤخرا ثمرة نضال سياسي طويل بلش بالـ 2005 وما انتهى بعد بدءا بالدواير ومرورا باعتماد نسبي الصوت التفضيلي ووصولا إلى اقتراع المقتربين والميجا سانتر وما تنسوا أبدا أن المحاولات مستمرة لضرب هالإنجاز الوطني بموافقة معظم الأطراف بالـ 2017 وما تسمحوا أبدا أن تتحول نتائج الانتخابات المقبلة منصة للتصويب على كل يلي تحقق بهالمجال بشكل متراكم من 17 سنة لليوم ولما تفكروا بالانتخابات حرروا عقلكم وقلبكم من كل المؤثرات والضغوطات وخلوا نظرتكم شاملة وموضوعية وساعتها انتخبوا مين ما بدكن بكل حرية ومسؤولية ترجمة نانسي قنقر